صباح الخير وصباح الورد وليسمينا على كل مستمعات للا مولاتي نتمنى انكم تكونوا فيقين على خير ومنسينا برفقتنا وكتسافدوا من خلال برنامج المولاتي ومع فقرات متنوعة كلها افادة ان شاء الله سنبدوها كل عدد بشيوات للا مولاتي مشاركة معنا اليوم المستمعات سهيلة من ارباط وغدين تعرفوه على الاقتراحات المميزة اللي غدي توجد لنا كذلك غدي مشون تعرفوه على شكل المستمعات المحدودة الفوز معنا اليوم في المصابقة اليومية واللي ان شاء الله يوم الاربعاء غدي نكملو شهر في هذه المصابقة وغدي نتعرفوه على شكل المستمعات اللي ربحت معنا في المصابقة يعني بطاقة مدلدهب وغدي نتعرفوه على المستمعات التي تختارت معنا اليوم واللي ربحت في المصابقة وللي غدي نعرفوه معا agrees هو الي تختارت بها واللي غدي تقدمها مباشرة يعني في اتصال هاتفيه غدي نتعرفوه على الاقتراحات اللي شركت بهم على الرقم دي الواتساب وربحات معنا بالمسابقة اليومية اليوميا مستمع محدودة كتربح وفرصة على انه بين أ cried بشيوات الحات يعني من خلال الاقتراح اللي قدمت في الواتساب اننا كانت سافدوا منه جميع ويعني كتقدم لنا الوصفة بالمقادر والطريقة مضبوطة ضيفة للمولاتي اليوم هي مصاممة البلغة التقليدية بشكل عصري السيدة نادية بن نيس واللي غادي نعرفو معها امور كتيرة حول البلغة التقليدية كيفاش طورات في تصاميم دلها باش البلغة يعني تلبس على طول السنة سواء في البسنة التقليدي وفي البسنة العصري معلومات مهمة وكتيرة وافكار غادي نعرفوها مع السيدة نادية بن نيس سابتداء الملحدش الاثناش فغادي نتوقفوا اللحظة مع فاصل غنائي مستمعينا وغادي نرجعو مباشرة الشيوات للمولاتي اللي قناة بكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال فقرات للمولاتي المتنوعة وغادي نمشيوا لأولى فقراتنا الشيوات للمولاتي عند المستمع الوفيج دل برنامج سوهيلة من الرباط وغادي نتعرفو على الشيوات اللي غادي توجد للمستمعات اليوم صباح الخير سوهيلة صباح النور سلام لابس عليك صباحتي صباحك مبروك الله يبارك في كدير انتي لابس عليك الحمد لله بارك الله وفيك والله لا تحنا يا الحمد لله ليسمعنا صوتك على خير بارك الله وفيك مرحبا ايه 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 ونضيفه واحد لبيضة ونخلطه هاد المكونات يعني يعني ونضيفه الحليب تقريبا الحليب غير يدخلكم وخديوش كيسان دي الحليب حتى مهم حتى تكون لنا سميدة يعني رخوة يعني كنشوفها بحل الجرات لنا ونحن ربقين غندي نخليوا تقريبا واحد 15-20 دقيقة بجمع لنا راسها يعني اي فيدة ما تخافش منا فعلا مخرا فعلا مخرا سنحترف بها 26 دقيقة ونشكلها كويرة يعني تشكلها عادي كنشكلها ففي الثانيات الفورج كنستفوها كشكل دائرة ما كنكبروهم شي بزك لانه يزيد الحجم ونزينوهم ببيبي تشوكولا ما كنفندوهم لك سميدة يعني كنخليهم على ذلك بالنسبة للطياب طياب كنطيبوها عادي مش بحلقة غريبة يعني كنن بغينها تسك علينا ولاشي حاجة طيبوها عادي كنشعلو الفرن ندخلو الحرشات دينا يعني ما كياخدوش وقس طويل خمستاش دقيقة هاجة صافي بركة اليوم يعني باش ميجيش نقص حين في الفرن بالنسبة هات الاقتراح اللي ولحنا سالينا طريقة واضحة سانة ايه لا واضحة كيف قلت وربع سعارة كافية يعني بنسبة طيبونا حرشات في الفرن اه غير يكون يعني سوى ديالدو سوى ديالغاز يعني ما كيش مشكل بالنسبة الغريبة ديالفرن مثال فراحة ديالحلوة دي سهلة الاقتصادية والجيدة والحمد لله كان لها اقبل بثير عندي فيها واحد البيضة كاملة وصافر بيضة كندروشة كفرية ولفشئينة بيضة وصافر بيضة اه عفوا بيضة كاملة وصافر بيضة 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 كندروشة ملحة طبيعة الحال وكاس الى ربع سكر ناعم سكر غلاسي وكاس الى ربع زيت واحد فلون كنخلطو هاد المكونات كلها كنسا جميلو وكنزيدو واحد كاس ديالفرميسان يعني شعرية شوكولات ضرورة ولا بودة تقريبا كنزيدو داك الكاس ديال العنبق كنخلطو هاد المكونات كلها وكنزيدو الدقيق كنزيدو الدقيق يعني كنحثو بها يعني رطاف يدينا ما كنحثو بها قصحة وكنضيفوه واحد الخمارة وكنضيفوه ما كندلكوش نهائيا كنجمعوه بالاطراس كنشدوها كنشكلوها كويرات صغيرة كنقدوه كندري الوجه ديالا في البعياد البيض غيل وجه سمامة وكندريوه كنصفوها اما فلوز كونكاسي ولا كوكا كونكاسي مهرميس يعني ولا يفيلي ولا زنجان متشو مع لا حسب كل واحدة سيدوه الاختيار ديالا من بعد نطيبوها بحلل على شكله بهلع كنهضطوها لتحت الفرن لغاز كنهضطوها حتى كتشقق لنا يكون طبيعاتها الفرن يكون سخون كتشقق والعافية تكون مهلة باش تشقق على خاطرها ومي كنشوفوها تفجعات يعني كنطلعوها الفق تكمل طيابها عادي كننقصوها وتني تكمل طيابها عادي غير هي كتكون وخاطة يبع ان كتكون فتية بزيزة يعني ما نقدروش نقصوها ايه إلا قصناها را كتتفرد ميه كان مهمة عندها الطياب دياله في قريبا سيئة من خمسة عشر دقيقة لعشرين دقيقة اه مهم طيابها سهل وهي كنجبدوها كنخليوها تماما حتى كتبرد عادي ممكننا نهزوها اه فعلا وخا طيابها دي سهلة ايه تبقل عليك طريقة البشاميلي والطعمة يعني المركزة عادي كانحتاجوا هاتف الثلسة هذي ممكن تريد في اي حاجة ايه شي حاجة ديال ديكاش ولا اه دغطان ولا ممكن ته بيزا يعني ممكنش مشكل اه بالنسبة اندروا جوش كيسان ديال الحليب يكون بارد عادي معلقة صغيرة ديال هريصة معلقة ديال حكمة تيشا منكيبغيش الحرياني تفاده كاندروا شوية ديال القوضة كانشكوهش شوية يعني رس شوية المعلقة ديال القوضة كتعطين هذي البنة وبيضة كاملة يعني وننشا معلقة ديال نشا صافيه وهاتشي كامل كانخلطه الشي مونينيك سلابات اللي يجبكم هكت خلاط كهربائي صافيه وكن نكبو على اي حاجة اي كغاتان درنان نجي لكم على الكغاتان شوما ديال الساعة وقدتوا ديروا السوس بيشاميل بيضة عادية بغيتوا ديروا هذي سيئة كتجيزوينة والبيضة ايه وخا صافيه وكننا ندخلوها الفرن وكننا نرشو على الفرن هذا غابي صافيه وكننا ندخلوها الطيب وقد جينا لدي بدك السوس ديال بيشاميل يمخلطة بتشكل فعلا طرحة سهلة ندخلو واحد الكيكا بارحة زبينة بالزبف كنحتاجو فيها ثلاثة ديال بيضات هذي ديروها في خلاط كهربائي ايه مباشرة ترعب لاوال لاوال في خلاط كهربائي كندروها ثلاثة ديال بيضات كاس ديال شلي بيكون دافي مايكونش بهرد نس كاس ديال السكر ممكن البقسمة مكن ان تقطع الجليش حلوه بالزبف تقطع صوته اللي سمحتى نس كاس قلتيني دير السكر سيني دو يك نس كاس ممكن لسهكل مهم الثكار على حساب الدق ممكن دير كاس ممكن دير كاس ماخرة تقطع الصوت لسمحتى يعوديني المقادر ديال الكيكا وخام للول هذي المقادرة لديك ارتدابه ههه هاته ديال بيضات كاس هلي حلي يبدأ فيه ايه نس كاس ديال السكر ولي ديري كل واحدة لا تصدق سكر يبقى على حساب أختياء وكذلك نعمره الزيت يعني لا نعمره الزيت عندها طبيعة الحل وكن ندره قشور دي الحامض والاقشور دي والفانيلا نشو ما تنسي ما اللي بغينا ندره جوج أكيس دي الخمير هذي كراتا نخلطوه مع الباكك وكن نحتاجه لهات الفالي التضغيط تقريبا جوج كيسون عيس دي الباكك فقط وكذلك تشوفوا الخالط مهم خالط تلكم خصو يكون تقيل صحيح نخلطوه هات شي كامل من بعد نزيدوه الدقيق يعني نخلطوه هات السوائل هذو نكبوها في بول ندره الدقيق نزيدو دقيق الخمارات نحلو كيك عالية تماما صحيح نكبوها في طريق ندهون الزبدة والدقيق بالنسبة تطبقة المقرمشة للفوق ماذا ندره؟ نحتاجه واحد جوجي للتفاحات هذا التفاح لي ميكونش يكونش فيه الماء ايه وخا سينو المكان اللي كانت عادي تضعصروا ذات المديال وما تنجدوش ايه بالمديال وخا صافي ندره جوج تفاحات محقوقي نحتاجه وندره فشي تبصيف نزيدو عليهم تقريبا واحد جوج معالقة ديال رقائق شوفا شوية ديال قرقة اللي كيكون هرمش شوية ديال كوك ترويك الرشوم الفوق وكنديرو معالقة صغيرة ديال القرفة او الفانيلي اللي كيعجبكم وكنديرو البيسكويت يعني اي بيسكويت ضعجوه وش تبال الكوك وش هدك اللي في الحمر والخضر وكل سيدة شنو بغت بيسكويت يلا وش صعب لي يعني انتوما لحسر الخيق كنهرمشو هادشي كامل كنخلطو هادشي من بعد ما نديرو ذاك الخليج فوق ديال طبقة ديال لو كيك كنخوي وفي خصو يكون لو كيك تقلي البشار ديال فوق ايه صافي من بعد كنستو كنحاولو اننا نوزعو هادة طبقة هادة متساوية فوق فوق لو كيك ديالنا ايه يعني كتجينا عمرت قريبا هادة سيغرا فيها الخير كتعمر لنا وكتب طبقة عالية شوية ديال هادة المقادرة ايه وخك اجيت على اه وكندخلها انا دائما فلو كيك ديالي دائما كندخلوه بفران يكون بارد كندخلوه نحط لالصانية ديالي هادة وكنشعل الفران كنخليها الطيب على مهلا تنشم الريحة تنشي نحلع لها ما شميتوش ريحة يعني خليوه باقي مزال اه مزقرش حلع لها لانه غادي تنزله مهم راكم عارفين ايه هادة لو كيك هدي صافي من داعت من اللي كان خرجوه كنزينوها بشي سوسة كرمية الخطوط ولا شوكولة البيضاء ولا السوداء يعني كتجي روعة وغنية بشوفان والقرقاع ايه فعلا وكيجو مباديتهم في صالح الخرقاع ايه وكيجي غزار غزار كثير كان فينان سيدة تيجربوها وخري مر افشار ولا مر افشار مرين كانت تستفدو دك من حرموش رأسنا ايه ايه اكيد ان شاء الله هدي جربوها لعيتك ستحات وقل عليك براك الله فيك بالنسبة للدجاج مع مرة ايه ايه هدي غادي نعطيكو ماي نقدر ديال الدجاجة ايه وخا الوقت نحتاجوا الدجاجة كنكونوا مغسلناها عارفين من الحاوس كنجبير وكنخليوها مستقطرة ليلة كاملة خاصة نكون ناشفة ثمانة ايه ضروري يعني باش متجي نجميها عاود ايه طيب من بعد كنن نحتاجوا في الترميلة ديالة خدكن فيها غريبة ايه المهم كنحتاجوا فيها معلقة القشور ديال الحامض معلقة القشور ديال ليمون طبعا تحاسك تكون كبيرة معلقة كبيرة عادي اربعات معلقة ديال صصصوجة معلقة صغيرة ديال ثومة تقريبا جهت اربعات ديال الضوز ديال ثومة هككك لكن عندكم التوم بودرة ايه معلقة دلعسل ايه معلقة ديال عادي معلقة الخرقوم ديال البلدي من بعد ما كنكونوا داك الدجاجة يعني استقطرنا هوداك شيء كندروا تقريبا ايه واحد شوجة معلقة ديال المن وننكتروش بزار يعني بغينا داك الدلسوس جينا شوية خاطرة ايه كننشدو داك الدجاجة كاملة كنننبسوها بذاك العطرية كننسقطوها مزيان داك الدجاجة يعني باش يدخلنا لها الطياب ايه طافي كننشطوه على جنب يعني كتك تشرب لنا ذاك العطرية وذاك الشي كنشدوه شوية سهيل سهيل نعودو لهم شرمولة المستمعات ايه 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 مع القدي خركم البلدي ايه 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 ندرزو الحشوة ايه ندرزو الحشوة فيها فيها واحد المكلاة اه ندروا فيها واحد البطلة كبيرة تكون شحرة في شوية السبتة ندروا الشيس الزيت يعني مش مجينة ميتم بساز ايه وكنشحروها مع شوية الملحة شوية البزار صافي من بعد نزيد لها معلقة ديال صوجة وكنزيد لها 300 غ ديال الكفتة ايه نزيد لها ديال الكفتة تشحروها شوية ديال تومة يتكون فودرة وكنشتاج وصافي مني يطابلنا هاتشي كامل مزيان وكندروا شوية العطرية يعني ممكن ديروا المروزية ديال الحن وغير العطرية شوية تسكنجوير شوية الخرقومة يعني وكندروا واحد المعلقة صغيرة ديال الاربع ما كن مهمة الوصفر ماتيهاج ربع ولكن اه صافي من بعد نحطوا حشوها دي منيكات طيبنا كنزيدوا فيها جوج مربع ديال جبن المربع يعني كنعرفوا في واحد البنا زوينة منين كنخلطوا هاد الجامعة دي هاد الشي كامل كنزيدوا تقريباً واحد خمسين جرام ديال فرماج غطي يعني فرماج احمر مش كوك كنضيفوها لهاد الخالد ديالنا كتجينو حد الشوشوها غذالة بنينة ومبعد كنشدو هاد هاد الشوشوها دي كنعمرو بياتك بجاجة مني كنعمرو بياتك بجاجة بحلا كنخيطوها كنخيطوها عادي يعني بيشتك الشوشوها منين كنخيطها كامل غادي نفورو وماذيش نطيبو لك مخلط بحاجة غادي نخيطوها غادي نديروها في شيكسكيف هاد تفور لينتك بجاجة مزيد كنتخليها الطياب كنخيطوها بالحمد ينطب واللافتي كنخيطوها كنخرجوها كنبهنوها بالزبدة ولا موطارد ولا زبدة والهريسة ولا زبدة هارب وحديثها كندخلوها الفرن عاودة نتحمر لنا يعني بلا ما تكريوها لانو غادي جي ما بزيت لا فانا ايه كيقلش تفور ومبعد ندهنو هان فور وندهنوها نتخلها تحمر كدجي لديدة بزيت وكان ارفقوها معالي سالة ايه بلا مرقا وبلات ايه 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 كنزينوها كنحطو دجاجة وكنديرو فيها اللي سالة هانا شفية ديال خزو شفية البتاة هنا يا هنا هاي هاي سالة ديالكم ومنتو فيها دجاجة ودكشينا تبق متكامل تبارك الله لك تبارك الله لك تبارك الله لك سهيلة تبارك الله لك شكرا لك بزاف سهيلة من رباط على كل هاد الاقتراحات واللي اكيد المستمعات ان شاء الله غادي تبقوا الوصفات ومشكورة جدا على المشاركة ديالك وانتمنى انكم تكونوا في الاستماع تكونوا نسجلتوا هاد الاقتراحات وتوجدهم الاقتراحات اللي هما مميزين وفي نفس الوقت يعني ساهلين وبساط فانتمنى انكم تكونوا نسجلتوهم طب غادي نتوقفوا مع فاصل غنائي وغادي نرجع مباشرة تعرفوا على شكور المستمع المحدودة معنا اليوم الفوز في المسابقة اليومية شاركي وربحي كل يوم مع اكسات اكسات كل ما تحتاجه من المنظفات المنزلية اكسات للحياة رائحة متميزة اذا مستمعنا دائما المسابقة اليومية ما زالت مستمرة غادي نتعرفوا على شكور المستمع المحدودة الفوز معنا اليوم منتوجات تنظيف مهدات من اكسات فسعيدة الحرشوي كانت محدودة معنا اليوم على انه تربح بعثتنا بالعديد من الصور شركات يعني بعثتنا بالصور على الرقم دي الواتساب واليوم ربحت منتوجات تنظيف المنزلية والاسف ما اخذينا هاش على الهاتف لانه كان نصنع عليها ما تتجاوبش ولكن هي ربحت معنا وبعتلت بعديد من الصور فنتمنى انه ترجع التواصل معنا مرة اخرى وعني في المباشر صعب على اننا نعودوا ونتواصلوا معاها بزاف دي المرات يعني في المباشر باش انا نسمع الصوت ديالها ونبركوليها مباشرة فتحيتنا لسعيد الحرشوي يلي ربحت معنا اليوم منتوجات تنظيف مهدات من اكسيت وكنت منحات سعيد لجميع مستمعات للمولتي ما تنسوش على انه المسابقة ما زالت مستمرة مشغي هات الشهر يعني احتفل اشهر المقبلة باذن الله فضعفوا الحدود ديالكم بعتوا بصور في هالمنتوج ديال التنظيف اللي انتم استعملتوا ديال اكسيت بالاضافة على فهديك الصورة البلاسة اللي انتم منضفتوها واللي خرجت مزيانة وفي نفس الوقت ديال واحد الوريقة وكتبوا فيها اسمية والمدينة ديالكم باش تكون صورة متكملة فيها جعل المعلومات فيها كل شيء ويعني محترم القانون ديال المسابقة ومباشرة بعتوهن بصور ديالكم على الرقم ديال الواتساب الخاص بالمسابقة واللي هو سفر ستة خمسين سبعة وثمانين سبعين خمسة وخمسين هذا هو الرقم ديال واتساب في انت سفتونينا سفر ستة خمسين سبعة وثمانين سبعين خمسة وخمسين يوم الاربعاء بإذن الله يعني يومين كتفصلنا على الفائزة المحدودة ويكتبون في المسابقة ويكون اول تاقم ديال دهب يعني تقدم خلال هاد المسابقة كمنا الشهر فيه يعني من اليوم الاربعاء غادي نكمله الشهر وغادي نتعرفو على الفائزة المحدودة اللي ربحت معنا تاقم ديال دهب وانتمنى حد سعيد لجميع مستمعات للامولاتي بقينا يومين ضعفوا الحدود ديالكم بعتوه بصور واكيد اللي محلفوش لحد خلال هاد الشهر فيكمل يعني في المسابقة او اكيد ان شاء الله في الاشهر المقبلة يكون من المحدودات يعني الفوز يعني بتاقم ديال دهب فكنتمنى حد سعيد لجميع مستمعات للامولاتي قنا بيكون مستمعين مازال مستمر دائما من خلال فقراتنا المتنوعات في برنامج للامولاتي وغادي نمشيوا مباشرة للمسابقة اللي يعني يوميا مستمعات كيتواصلوا معنا يبعتوه بشهوات متنوعة سواء استعملوا فيها دامتي ولا استعملوا فيها ايديال ويوميا كان اختاروا مستمعات اللي يعني كتواصل معنا مباشرة وكانتواصلوا معها يعني في هاتفيا وكتقدم الاقتراحات اللي شاركت بهم وما تنسوش المسابقة الكبرى اللي كتربحوا فيها مضمت ديالدهب يعني كل شهر فغادي نتعرفوا اللحظة على المستمعات واللي هي الحاجة السعيدية القطيبة من رباط اللي شاركت معنا في المسابقة بجوش ديالطويجنات يعني مبرعين كيف تنقولوا شهيوات يعني ديالطويجنات ياريت ان شاء الله انا ننزلكم صورة يعني في موقع باش شوفوا لانو تباك الله طويجنات كي شهيو يعني مدغمرين طاجين يعني ديال الخضرة وكذلك طاجين التاني ديال الملوخية وصفرجل فغادي نتعرفوا على المقادر والطريقة ديال هات طويجنات من الدين ديالالسعيدية من بعد الفاصل اذا معنا مباشرة الحجة السعودية القطيبة من رباط سبع الخير الحجة السعودية الو الو الحجة السعودية لبس عليك على خير الله يبرك فيك صباحك مبروك نهار كبير هادة ليسبعنا صوتك والحمد لله بارك الله وفيك الله يكبر بيكم بارك الله وفيك وتبارك الله عليك الحجة السعودية وعلى هاد الاقتراحات اه شكرا لك ونسأل اقتراحات لك يعطيه جاع الشفاس وتبارك الله لجاع المدن الحمد لله بارك الله وفيك شكرا لك بزر اه هادة مرة اكرنا نعطيوكم هادة الشيوات اه انا ديرهم ومعودهم وتبارك الله عليك اه خير ما درتي لانه تعرفنا عليك انا ما كان عرفكش ما نقبل واكيد تقولتي مستمع وفية ففرصة انه من خلال المسابقة تعرفت على مستمعات اللي يعني حالفهم انهم يتواصلوا في الواتساب ويبعتوا بالقتراحات ديالهم تعرف الله عليك يعني كيش هي وغفت صويرة اه مضغمرين فنبري اننا ننفيدوا المستمعات ونعطيو هاد الجوج اقتراحات اه تاجين ديال صفرجل وملوخية اللي بل الحم يعني ما يعني ما ايا الملوخية بصفرجل وطاجين تاني في الجاج والخضراء تتوخيصه اها وفي الجاج وفيها اه توا فيها الزعفران والضمط ولكن راه جامع لك اللي يعطيك صحة اكيد تخصويتك بالنهشف والعافية مهلة يلا احنا ده بعتنا الاسرات ديالك باش تطويجين يعني يطلع يعني يزوين فانبدو بتاجي الاول ديال الجاج والخضراء اه ديال الجاج والخضراء ايه اه وكان ديرو واحد البسل اولا جوج من صلوبين على حسب الحملة عنا وكان ديرو لو التومة درور هي مع الدجاج والصور تقين جديد والبزار والصور ديال الزعفران عويت ولكن الزعفران ديال قدمت بالنهرك يجي اكثر ايه ايه هو يخصوه يدوب شوية ديال المرهقة ايه دوبو في شد الماء ويبقى هو وضمد البنه حتى تقربيه ترميل الخضرة ايه وخة لانه ما يلطب بالزبط يمراض امه طاليا هذا المكان نحاوله ما امكان ما نطيبوهش من الاول وخة متين اه كنشحر هاد المواد مع داكل الشينا اللي غان نديره ايه يلي تتعطيه اسمس وتشارك ايه 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 فعلا هدو قعتي اعطيوها بتواجين ساهم امه ايه ايه فعلا كتبت تشحري واحدة قسمة ما يشفوتياش فيه إيش عليت فيه إيش عليت فيه نقصي لأنه يخوه من الماء ما يخواش من الماء ويقدر له غر الشحرقية مهمة شحرقية مليكت شحرقية هدتساني عاد كتديري الخضرة اللي يتسليه على حسب الأطفال اللي كيبغي قتاخي يزود ديك القرعاء الخضرة آآ كتجي فرن عافي ومليكت تصايد الهوم عاد كتتخلصي ديك دمض بالنام مع ذلك البجار مع ذلك الكامل بليكتور الكامل همه واللي كي يتوسر جوين مع الدمض بالنام ويكتش واللي بغير يزيد الدمض ديال زفران حر دمتي الزفران وخه سهي يدوبها ويسكت بلما معه هاتش اهه ويسقي بها ديك الخضرة من الفوق هاكدك وخه ومعاها عادي دير تاني واحد جمعة القاضي الزيت بلدية ومع القاضي الزيت العادية هاي بس تحبس ما يتحرقش لهم الماكلة. هادو عاد كنديرو تزيد را مادرنا شو اللي هو الزيت. ايه. شوية ديال العطرية والماء. والبصلة والصومة واللحمة. ايه. فعاد كنزيدو هاد الكاسم معمر بهاد يقامة كلها. وش كيجي مزيان. ما يتحرقش لنا الاقامة. ايه. وفنفس الوقت كيجي ملك. ايه. نخوروه على ديك المادة. اه. والها فيها مهيلة. اه. والعافية الهينا راه يلي كباية. ايه. وش حلو حد تسحبو. لها فيها مجيزة. هي الكب ايه. ايه. فعلا. يعني تقيل فاتة شويش باقة. امم. كترجع لها ديك السخونية. صح فعلا. اه. كترجع لها ديك السخونية عرفتي كتوكي بسيكوشي ولا هاش. ايه. فعلا. يعني وكيجي سهل واسهل. ودريكي يبغيوها بطجين زف زف. وحتى وما تشل في حاجة مش وخيزي. تري ياكلوه ولا. فعلا ما يحمي. ايه. ايه. مع ما بينا. ايه. ايه. فعلا. ايه. ما يخسر شبيه. ايه. ما كن ما حسن من تواجين دل الخضرة. وكيف قلتي حتى الاولدات ممكن احتفوه توسيل. وهكا شوية دلجاج وخضيره. بتايته. قريعة خيزو. يعني كيجي يعني طبق متكامل لعتك سحب. هذالا يام كينا ديك اللو بيقريم. ايه. 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 اواخ. هذك را عادي تبغيوها. تبغيوها بعا. لا تبغيوها معه. لعتك سحب دريك هتبغيوها فعلا. ايه. فعلا بغيوها تبغيوها. وقت. مه. ديرها حدها كتسلقت واحد شوية. ايه. مثلا الى دار تغيير زليفة. مه. دير لها زليفة ذي ما فقط. اهلي طيب فيه. اه. وخلات تسلق حدها. وخلات تشحر الحام وذلك الشي. تخويها هي وذيك اللي قام معها. وتخليها عفواحد العافية من هي لما تقس مينوها هو وجد. ايه. ايه. الشي كله اللي حسبت له غدي تقيم ما كاملاش واحد ساعة على الارضي وجدكوش دكش. ايه. لانها التوجين هدا هو اسهل شيء كاللوضنا نجيله الولاد يضغير. لا فعل الله يعطيك صحة. نمشو الاقترح ايه نمشو الاقترح التاني اللي هو تاجين دي الملوخية وصفرجل. اه الاقترح التاني اه يعني ارفع. وفيه الفائدة. اه. اشحام الواحد ما كيبغيش صفرجل. في الليلة كان حلو. ايه. ما ينفعش ناكله حلوه هو في واحد المواد رائعة. اه. في الزبجة الموادية. ايه. ايه. في الفتار فيها. ايه. في بزد الفيتامينات مهم من بزاف. واتي هربو منو. امه. امه. هذيك الحموضة ديالو بنينة. وكاتبغيها الملوخية. امه. بدل ما نديرو فيها ما طيشة. كانت ضد نديرو لها هاد اه سفرجل. امه. ايه. كنديرو غير ليقامة. ارتيش كنديرو هنا. هنا را كنديرو غير فايلة وقصومة مش حرين. فقط. منلي كانت تاليو منتحرة. كان قرطو ديالي قايم كلها. امه. امه. ديال البقري. ايه. 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 وكان دير اه دامة ديال زعف رانحر. ايه. ايه. وكان دير اه شوية الوزار. امه. ديال الخارقوم اه توجو عواد. امه. وشوية ديال كامون اوبلغاتور كي يجيب فلن فيها. وشوية ستين جبار. امه. فهادو هادو 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 ينخلصوهم مع البامة ومع ذاك زعف رانحر. امه. واحد يكاس بيال الماء. امه. كان خويوها على ذيك البصيلة والثومة وشوية اللي يلجيت بالبيا ولا الروم اللي على حكا بالناس اللي كيديرو. وكاتخلصي وتخلي العافية تجوغ مهي لارا. ايه. 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 من بعد اشكان ديرو كان قرطو ذاك آآ آآ شفرج اللي كان كنوه. ايه. امه. تمنا على اربعة. او على شش سيدة كانت كبيرة. ايه. ايه. يكون ذاك اللي كبير بحل سفاح. ايه. اوه. ادو. اربعة. اهه. بتين نقسموه ايا 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 صفرج اللي تخسم. كروام اللور ما انظهره. ايا. وفعلا صفرج الملي كيتزوق بهديك الطريقة يعني اللي معروفين بها. كي يجي مزيانة في المنظر من اللي كيتقدم. قالوا الحجة. قالوا. وش ما زال معنا؟ ما زال معنا حجة ولكن لأسف. ولكن رابع. اه. كيمشي الصوت كيمشي الصوت. كيمشي الصوت يمكن. خليك في نفس البلوثة اللي هدرتي معنا في اللول. يا هادي انا بطاقية. يالله. خليك معنا. قلت لنا من الاحسن اخذوا صفرج اللي يكون كبير. ياك. اه. بك يكون جوين. وقلت لنا من اللي نكونو كان زوقوه ديك يعني تسين ديالو المعروف اللي كان صيبوه بالموس يعني ديك زوقوه منضهروه. لا كان كسموعي شي كروة. ايه. منضهروه. ايه. ايه. ونخليوها مهيلة. دائما اذا ما عندكش اه الفاخر حشاك واذا شي. اه. اه. نخطلو ديك شغور ديال البوطة. واخا. اه. ويكون عالي. وسعغطي. عندك مينة طروض وعش عكي يطيبوهادو علاش منشة اه داك شفرج اللي كان كبير كيف يطيب زغيا. اه. اه. وديك الحموضة ديالو كتنفع مها الملوخية. ايه. فعلا. ومني كتديريها خير ما تديري الحموضة ديال ما اه. اه. لعتك صحة. تبارك الله عليك. كان شكرك بزاف الحاجة السعيدية القوطيبي من رباط. على هاد المشاركة ديالها. هاد ويجنات اه. اه. اللي قدمت لنا. ومبروك عليك ربحتي من توجدت من تنوع مهدات من دامتي وإيديال. ما تنساوش على انه يومي المستمعات كيتواصلوا معنا. الراقم ديال واتساب لي هو سفر ستة خمسين سبعة وتمانين سبعين خمسة وخمسين. كيبعتونينا غير بالصورة ديالشيوة واللي فيها مع هاد الاقتراح. كي نزلو فيها. يعني الاغلفة اه. اه. لحسب من توجلي استعملوش دامتي ولا ايديال. وحنا كنحاولو انا نختارو هادوك شهيوات. ومستمعات يوميا كتشارك معنا في المصابقة. وكتفيد المستمعات باقتراحات متنوعة. وما تنسوش على انه. غادي تسافتو جوج الاغلفة من ايديال. مع جوج الاغلفة من دامتي. ديلوهم فبرا. وحاولو انكم صفتوهم عن العنوان ديال ديال. واللي هو إداعة متغاديو. فادا الزرقتوني 55 الطبق الخامس الدار بيدا فسارعوا بالمشاركة وبعتولنا على الصندوق البريد وضعفوا الحدود ديالكم باش تفوزوا كل شهر بمضم ديال الدهب مازال في انتظاركم فحاولوا انكم تواصلوا معنا وتشاركوا في المسابقة اليومية وحد سعيد لجميع مستمعات للا مولاتي تواصلنا المباشر معكم مستمعين مازال مستمر دائما من خلال فقرات للا مولاتي المتنوعة وكتحضر معنا اليوم ضيفة للا مولاتي مصممة البلغة بشكل عصري سيدة نادية بن نيسة اهلا بك سيدة نادية مرحبا بك معنا اليوم بارك بالله فيك للا سنة الله يبارك فيك شكرك بزاف على هاد الاستضافة ديالك ومع مرحبا الله يبارك فيك انتي مستمممة بلغة بواحد شكل عصري وحنا غادي نتكلموا عليه والمستمعات ان شاء الله غادي شوفوا يعني كل صور غادي يكون فيديو خاص في موقع للا بلوس بوان اما باش كون عندهم فرصة على انهم يعرفوا لانه يعني تبارك الله هاد تفاصيل مهم جدا في البلغة على انه السيدات يشوفوها يعني صوت وصورة فتنعرفوا لانه البلغة والشربية المغربي يعني حداء تقليدي اصيلي معروف من زمان وضروري كاكسسوار اساسي في البس ديال كل سيدة كل مرة مغربية يعني تعبر على يعني تشبتها بالاصالة يعبر عليك البساطة الآن يقال عندها على الانوتة ديالها سواء في البس يعني تقليدي كيف معروف البلغة يعني معاش كنت تلبس وحتى اللباس العصري وحنا غادي نتكلمو على كيفاش طورتي في البلغة باش تكون بشكل عصري اللي كتلبس على مدار السنة في اللباس يعني التقليدي المغربي وحتى يعني في الباس ديالنا العصري ولكن قبل نبغيو نعرفو لانه انتي تبارك الله عليك مصممة ديال البلغة بشكل عصري صاحبة مركة معروفة جدا خاصة بتصاميم ديال البلغة فنبغيو اولا يعني نعرفو كيفاش جاتك الفكرة اللولة على انك تقوم بتصاميم خاصة البلغة خاصة وانكي يعني ما بعتش بزاف لانه انتي قبل كنتي مصممة ديال ازياء في اللباس العصري وتقليدي ومن يعني اللباس ديال المرأة المغربية فكرت على انكي تمشي لتصاميم ديال البلغة شكرا على هاد الاستضافة البلغة بحليك يعرفو هي الشربيل الشربيل المغربي لكل السيدات كانت كتلبسو زمان ما كانوش كيلبسو السبات اصلا فاللبس البلدية تيجي معاها الشربيل اللي كيعطيها واحد الاناقة واحد المرأة كتجي بحلي غادي نقول واحد النخوة كتجي نخوة بدك الشربيل هكك ملبوس على شكل يا اما مطرز يا اما تكن كيكون بالمبرة يا اما بالصم الحر كيتلبس فانا بتكرت هاد البلغة هادي لانا شفت الناس بدو تيبعدوا منها فكننا في واحد العرس والناس كلهم في اخر الحفل بدأ كل شي تيحيي تصبات ديالو بدأ كلكعب العالي وتيحطوه والناس وقفين بالحفا عياو لان الكعب العالي راه كي تعرف انتي عيي شوية فبقيت كنخمم فمشيت الهبط الفاس اللين هي هو الهدي مدينة فاس هي اللي بالاصلة بالمس بالهدا البلغة البلدية فبقيت كنشوف وكننحاول كيفاش غادي ندخل عليها شي تحسينات باش تبقى في الشكل ديالها التقليدي في نفس الوقت حببت هالعيالات بهاد البلاتفورم والشابات حتهم والشابات هما صبوا واحد لإقبال بزاف بالنسبة العريسات يلبسو ذاك اللبسة الفاسية يلبسوه هل غادي نتكلموا على كيفاش وضفتي البلغة كيف قلتي عند العريسات عند الشابات عند البنيتات الصغار ان شاء الله وغادي نتكلموا على بزاف ديال التفاصيل ولكن قبل كمشروع أنا كتطورتي فيه كيف ما قلتي ذكرتي لنا الفكرة وخاصة انه يعني في العرس كان عرفوا انه عائلت العريسة مثلا ولا عائلت العريس يعني كيبقوا واقفين ساعات طوال وخلا بسطانون خاصة كيف قلتي تبقى نخوف في نفس الوقت كتبغي انه واحد لوقيتها سفي كتعيا وكتبغي يعني بلغة كتبغي شربيل انه تلبسو تلبسو كيقليل هادك راحة عالية ماشي محدورة لانه أصلا حتى الشربيل فحداتو فهو محدور بزاف والعائلت الميكي يلبسو تيعطيهم شوية الحريق في الظهر فهذا علاج خممت طيرت طورت فيه وخممت نديرولو هاد الكعب علينه شوية حل السوميلا ولت عريضة عريضة وعالية شوية كونفانسي وعالية وبقينا في كل ما هو أصيل وبلدي مع السفيفة مع الأحجار فطورناه في الشكل هادا باش يزيد يعطيها واحد الرونق واحد الجمال باش تحبب الجميع السيدات اللين هما باقين عندهم واحد حب للشربيل فعلا صراحة فكرة دكية منك لأنه قبل كانوا موديلات دي البلغة كان أشكال اللي هما محدودين يعني موديلات اللي هما محدودين بثاف لأنه البلغة في من كانشري وكانشري وعند يعني غالبيتهم يعني رجال ومالتي يبيعوا البلغة ومالتي يعني كانوا يطوروا فيها فكالقو مثلا قددوا القوميات الألوان ولكن لأسف يعني شكل واحد موديل واحد فصراحة كان خاصنا مرأة مصممة لأنه هي اللي غادي تفهم هذوك التفاصيل وهي اللي غادي تفهم هذوك التفاصيل مثلا فقمة يخرج شي أكسيسوار اللي كيمشي مثلا مع البس دي المرأة كتتطوريه وكتتنزليه يعني في البلغة وكيف قلتي إحنا غامشي يعني دقة دقة بالنسبة لهذا مثلا البلغي ركزتي على أنه باش المرأة ما تقولش مثلا أنه لا البلغة يعني قصيرة فما كتجيش مع التكشيطة أو لا مع القفطان قدرت يعني واحدة سوميلة اللي هي عريضة واللي كنضن هذوك التول ديالها كنضن على أنه يعني مزيان بالنسبة للمرأة اللي بغات يعني تلبس شي حاجة وتبقى نخوة وفي نص الوقت وهي مرتاحة اكزاكتما هاد شي اللي وقع فقدرنا خدينا اللي بلاتفورم كيلي فيهم غيرت لاتس سنتيم وخدينا اللي فيهم خمسة اللي بغات أصلا تزيد واحد لعلو لأنه مع اللبسة البلدية كيبغيوا يلبسوا شي حاجة عالية باش دك تجي دك لانسي ديال اللبسة ما كجيش دك السيدة منطرحة في الأرض فبحلي قتلك وأصلا بحلي قلتلي أن المرأة هي اللي كانوا الرجال هما اللي في هاد الحرفة هدي فالمرأة المرأة قريبة من المرأة فالمرأة تتعرف شنه هو الدوق اللي غادي تبغيه هاد السيدة هادة غا تلبس وعندها الخاطر تبقى هادة وعندها الخاطر تبقى تبقى الأحداث تبقى الموضة والأحسن في هادشي كله وهو زدنا حيينا حيينا هاد البلغة هدي اللي كانت تقريبا بشي بزاف الناس بقوا يمشي ولها قليل اللي يمشي لها البلغة وحيينا الصانع التقليدي اللي كانحيي من هادة المنبر هذا لأن الصناعة بدأت شوية كتنقارد وفكين حيرا في نكتار في هاد الميدان ترجعوك يعني إقبال جد 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 زعم هذا سميت وحلي شفتير ها انطلقت جميع أنا هدي بديت فيها هدي ثلاث سنين وفالناس كلهم داب والله والحمد الله كانت واحد الفكرة جد وخاصة أنه واحد الوقت المرأة والتي تلبس جلبة اللي هي بلدية أو مثلا تكشيطة اللي هي بقفطة بلدي تقليدي وكثر أنه تلبس مثلا مع الصندالة أو الصبات الطالون بألوان وبأشكال مختلفة لأنه لقيت ذلك اللي بغت فتبارك الله من اللي رجعت البلغة بهذا شكل عصري وحتى يعني بشكل تقليدي ولكن تقليدي اللي هو راقي لكن أنواع أشكال كثيرة فنري نتكلم عن الموضيلات ديال البلغة اللي خليتها تقليدية قمام شو العصري نبغي نتكلم عن البلغة تقليدية في تصاميم ديالك نشوف لأنه دخلتي الترز دخلتي يعني دوك سفيفة ماشي يعني سفيفة في الجنب ديال سوميلة فدخلتي يعني تنبات يعني حويجات اللي فعلا نشوفهم في جلبة نشوفهم في القفتان دخلتي هم حتى يعني في البلغة فهذا شي اللي هو تقليدي بلدي اللي دخلتي يعني تكلمين شوية يعني خلينا سفيفة هي معروف بها في اللبس في اللبس سفيفة ندخلنا هذا بحث في الشربيل بشي يواتي دك اللبسة ودخلنا الأحجار بحلي كتشوف دخلنا الترز دخلنا العقيق خلينا ها مودرن بلدي بقينا في المودرن بلدي لأن هادو الجوج مني كي يتلقوا مع بعض يتوم تعطيو شي حاجة راقية ومزيونة واللي كتحت ولا تقلت لك بحل اللي قلت لك التلجين تلبنا دبا للسعار ولا وكيبغي ويلبسو داك البلغة وكي هذا ما بقاوش أصلا هما فيكونوا في عرس ولا في حفل ولا هدا لبسين جنيدرا ولا لبسين لبسا ولا لبسين ولا في الأعياد في الأعياد أكتر في الأعياد الأعياد تتلبس جلابات تتلبس جندورات تتلبس بحال اللي قلت جابادور فكل شي كي يجي لهذا البلغة هدي كي يلبسها تتجي أنيقة وتتجي ستيل موديرن موديرن بلدي ستيل موديرن والفكرة للطرز يعني صراحة لأنه الترز مؤخرا رجع يعني كيتلبس في ديجيلة مثلا في الجاكت مثلا وغيره كلي دار جينات ودار فيه مثلا يعني موديلت هكا الترز ولا طريفات الترز بالنسبة البلغة صار حاجة جزوينة بزاف يعني الترز بالأنواع دياله هذك ترز كي تسمى هذا هذا درت الترز ديال سميت هذا حال ترز ديال زمان ترز متاع ترز الغرز أصلا هالترز الغرز كانت نعمال موت تكون في الخدادي في السالونات سيدة فكتب تكر وصابت واحد لإقبال زيما أعجبهم النسب السفعد وفي جميع الألوان وحتاج للبات اللي تدار ودبو على الموضة يعني فيهم هالترز الغرز فماللي غادي تبغي في اللون ديال جلبة فكتب كل مرة تخرج تشتريها وهي مرتاحة مرتاحة وحاك تشوفهم بحلقة مريحين جد مريحين عندنا الصانع عندنا عطاها واحد البلاتفورم واحد الفورم اللي جعلتها ومي كتلبسها وخاك تشوفها بحلقة كمبنسة مقدة ممني كتلبسها الرجل كتكون فيها مريحة عندنا اللي تكنيك ديالنا مع الناس اللي تيخدمو اش ملك تلبسها تتشابها ونتين مريحة مشي زعمة تدبرك ولا تقصح ولا هادا نون يعني آن يقوف نصمم مريحة اذا مستمعين باش تعرفوا علش نتكلمون بالنسبة للبلغة ديال تساميم ديال السيدة مصميمات يعني البلغة بشكل عصري سيدانا ديال النس فما عليكم إلا الدخول الموقع على اللي غادي دخل الموقع اللي غادي دخل الموقع للا بلوس بونا اما تصيروا مباشرة في فيسبوك اللي غادي توركوا عليها غادي تلقاوا تقلبوا غادي تلقاوا صورة ديال سيدانا ديبنس بالإضافة لهدينا غير البعض من صور ديال البلغات بشوفوا شكيلات رافيهم هد البلغة لي فيها الطرس الغرزة وغيروا من شكيلات نوع المبين العصري والتقليدي وان شاء الله بإذن الله غدا بإذن الله فغادي نقول لكم الفيديو فين غادي ينزل باش تشوفوا تبارك الله أشكال كتيرة ما بين العصري وما بين المغربي ما بين التقليدي وما بين يعني حتى البلغات يعني عصريين كيفاش يعني زادت بزاف دي الموديلات بزاف دي التفاصيل اللي اعطت في صراحة البلغة حفظت لها لشكل دياله صراحة حفظت على شكل يعني ماشي بدلت لها يعني في الدورة ديال يعني في البلغة يعني خليتها انه هي صراحة هي شكل دياله نخوة وعني بدعتي في الموديلات اللي اتبارت الله عليك فنمشي ودابة بنسبة الموديلات ديال البلغة العصرية اللي صايبتي بشكل عصري واللي في صراحة يعني كيتوتى مع جميع الفئات العمرية فكرتي في السيدات يعني يعني كيبغيوا انهم يلبسوها ولكن بوحد شكل اللي هو بحلة بسيط يعني بشكل بسيط وانيقا فكرتي في الشابات اللي تيبغيوا كيف قلتك يلبسوها مع الجبادو الكمبيلازون غيره او لحتى كتلبس حتى مع الرومي حتى مع العصري مثلا تكون لابسة جين ومعه جيلة مثلا فيه تريزات او لفيه مثلا شي حاجة خفيفة او لكاب ولا غيره ولا تلبس اي حاجة عصرية كيمكل لها انها تلبس وحتى انه هاد البلغة التانية العصرية دابا تبارك الله حتى في هاد التندنس للاخرين يعني عالميا مركات معروفة عالمية دارت بحل هاد الشكل وكتبها يعني بوحدة ما اللي هو باهد باهد جدا سينيا بشكل اللي صيبتها بشكل اللي صوبتها فهذا واصلا هوا ما شافوا ان البلغة اللي تتلبس المركات العالميين ما كانوش يديروا البلغة نهائيا البلغة مغربية البلغة عربية عربية هما اللي كيلبسوا البلغة مني شافوها كتمشا وشافو عليها القبال ومريحة هما بتكروها وخرجوها بشكل ديالهم غير هما ما مشوش في كل ما هو بلدي اسيل سفيفا تارز بون تارزوتها هما ولكن علشكل ديالهم مشي مشي علشكل ديالنا تباريز ديالنا المغربي اللي هو اسيل بحل ترز الغرزة وترز نطاع و هاد الشي كيبقى نطاع نطاع كان شحال هادي كان شحال هادي يعني تبارك اللوقت وكان فيهم طالون فيهم طالون سيفي هما ديالناهم حقك مترزين بكل ها مترز البلغة تدية يعني صدتي فيها طورتي فيها طورتي فيها بزاف حتى أنه نحن كان عارفوا أنه طبق لموتنا و شدوتنا مايل لي ما عندوش واحد يعني بلغة فيها قرب الميك خل يتبحني لنجح لي ما عندوش بلغة في الدار و أصلا زمان مغان ما كانت كتبس إلا بلغة ما كاش صبات وأصلا ديك الامراء تجي هذاك النخوة وكتجي كتجي تجيز عما فيها واحد الرونق كتعطيها رونق أصلا بلغة كتبقى تتبقى هالسالة المغربية ناقل هذيك اللبسة ولذيك شيطة وللقفة اللي لبسة فعلا هدا اللي يعني هزيتي دبا فيديك هو هدا اللي قلت لك هدي هي البلغة اللي قلت لك انترزها هكذا هدا طرز نتا يتسمى طرز نتا اللي نهوتها حتى صراحة هذي يعني بلدية وفي نص الوقت يعني تلبس حتى مع العسرية مع العسرية بزاف دبا نتيجي وياخدوهم ياخدوهم دبا في الحفلات وهذا الشي وتلبسوهم حتى كل نهار دبا راسي تندانس أصلا بحالي قلت إقباله غحت المركات العالمية خرجتوهم ما ما خرجتو مش مش يتلبسو مع الجلة بول قطان خرجتوهم تيتلبسو مع الكسوة تيتلبسو مع غاب مع الجين مع زعمة وهنا قلت لك صبو إقباله دبا خلاص خرجت من هادك البلاتفورم اللي هي كمبنسي بزاف تالون عادي ما بقيت كل ما هو سفيفة أكسسوارات كمبنسي بزاف تالون عادي ما بقيت كل ما هو سفيفة أكسسوارات كمبنسي بزاف تالون عادي ما حاولتي أن تدفوهم في البلغة أحاول في شكل راقية جداً كيف أن تريد عادي حتى انه بالنسبة لما هذا البلغات في هذا الشكل تتخدمي مثلا حتى السكنتية ومثلا يطلبهم لا طلبهم لي تنديرهم، فسكنني لم تطلبهم لي تنديرهم، أنا مخصصا لأن الأزرتيزان الذي يحصل على هذا الشيء ولكن أنا تنجليهم غير مخزي حتى بها دي البلغة اللي هي عصرية درتها بشكل عصري حافتي لها على شكل دي البلغة ولكن فيها سفيفة فيها سفيفة لديها كل ما هو اختزاني طريقة كيف درتي السفيفة نهائيا يعني ما جدش يعني ديك سفيفة اللي هي تقليدية يعني حتى كتبان بحالة يني هي عصرية فالله تكسحة وهادك وشوف التالون قديمة هاليز اكسسوار اللي درتي شو شال العقيق بحال بغاصلي جاب حال بغاصلي حتى انو مثلا سيديلا عندها مثلا حلقات يعني طوال مثلا فهد شكل اولا فهد اللي ما تلبسهم هايجدك شي متناسق اه كيجي متناسق وحنا الاصل فهد شي كله اللي درناه وهو هاللي قتلك نعود نرجع نقول لك وهو الاختيزان الاختيزان المغربي افتراح دابا مشي واللو تندانس فقع المحلات التجارية وكل شي اللي قيبير عن بلغة هاد فهد شكل هذا فتحية تحب وتقدير صراحة الصانع المغربي يعني اللي يعني كي قدم البلغة فعلا كي بدل مجهود كبير لانو خلال بلغة الاصالة ديالها ورغم صعوبة والإكرهات اللي كي نعني عن صناع يعني ديال في السنعة التقليدية وخاصة يعني فهد 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 يعني فهد المجال غير هو اللي اعطيهم صحة يعني كي تقنون الخدمة ديالهم كي تقنون وحنا كان نشوفه على انه مثلا من اللي نحطه مثلا بلغة اللي يمتقونه معن صانع مغربي يعني كي يخدم بإتقان ماشي بحال مثلا لتجاري بزاف واللي غادي دووز مية بلغة في واحد ساعة واللي خرجوها غير 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 نقلو عليها وداروها بواحد طريقة شوية ما كيناش لفينيسون ما كيناش لفينيسون ما كيناش لفينيسون كتكون نقصة حتى مثلا حتى هذيك الترزك ما كتحسش بها انها متقونة او لديك مثلا رشما او مثلا هذيك الاكسس وغلي كتحسبي بحالة غي لاسق او لحت بعد النوبات تتلقى هذيك الوردة مثلا فيها عقيق ولكن تتلقى العقيق بحالة ممقاتش في بلاستو والا ما كيناش لسيمتري ما كتكونش دكش فيه تناسق معه صانع المغربي صراحة كي يدير عمل احترافي لكي صحة تيفضمها بإتقان وتي يبدع فيها نمشيه بالنسبة للعروس يعني شنو كتقدمي بالنسبة للعريسات وخاصة هو انه كيف قلتيني البلغة صحة حتى هي حاضرة في اللباس ديال العروس وانه اللبسة شلحوية اللبسة الفاسية كيتلبسو البلغات فاللبساتها بواحد شكله هو انيق حتى انه دبا مثلا لبسة الفاسية ولو فيها الوينات فالموف فمن غير الخضر كيل الموف كين الوينات خرين مثلا على حساب العروسة شنو بغات فمن لغات القابل اللي غادة مع ذيك اللبسة الفاسية ديالها غدي تجيها مزيانة كذلك اللبسة الحوية عاد بالإضافة على انه مثلا البلغات مثلا اللي كيقدمو مثلا الأم ديال العريس لي يعني ولا العريس مثلا اللي كيقدمو كهدية مثلا الخطيبة ديال وفشوار كذلك مثلا فى الميادي أم لو تـيشريوهم الاهل ديال هادة ديال العروسة باش كيردوهم فى الميادي في الطياف فى فى طيافة وتتجي تقريبا كي يجيوا عندي الناس تيخدوه موديلة مختلفين تيجيوا عندي تيقولوا لي عندنا لباسة فى هذه اللون بغينا عافاك البلغي فشي تصبح ذلك سنين وانا فيها فهد الغاية هذي هذي هي كانت الغاية في اول مطاف ومن بعد طورناها ورديناها شوية عسرية وبدو تي لبسوها الكبار والصغر الصغر والصغر 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 ودرت حتى هد العام هذا في رمضان خرجت من 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 تل سنين تل تل الربعة عشر العام ولقات اقبال كبير لانه البنيتات في العيد ديال رمضان تي لبسو كلهم ذاك اللبسة المغربية وحتى انه البنيتات الصغر في واحد لاج يعني تي بغيو تهم يبسو شوية طالون فماليك يلقى مثلا بليغة فيها كومبونسيتي فرحوا بها وشكتوا بهذا الموضلي والات ليم تتلبس بها البنتها ايه كيفية تصوب بليلها وكتصوب البنتها فعلا يعني تمرك الله البلغة كيف ما قلت الله اعتك صحا وانتمنى انه يعني هذا الفكرة بهذا الشكل سيدات خرينتهم يفكروا بأشكل كثير كيفاش انهم يعني يوصينا على المغربية التقليدية ديالنا اللي عالميا معروفة واني كي يشكروها فعلا شحنا احنا اكيد على انه الواحدين فاتح على كل ما هو عصري ولكن يحافظ على حويجات لهم بلديين تقليديين وبشكله هو راقي يعني كيفما عملت السيدة نادية بنيس وانتمنى انكم دخلوا ان شاء الله وانا غدي نقول لكم وعدا الفيديو فين غيكون باش دخلوا تشوفوا تبارك الله التصميم والاشكال مختلفة اه قبلك سنقولك مثلا سيدة لابغات مثلا بلغة بشكل مثلا عندها ترزف واحد جلبة او لعندها مثلا ترزف واحد كشيطة ومشات عندك ومثلا وخنت هما وجدين فكتخدمي مع هذيك البلغة لازم 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 احنا عالي كوت لان ما تيمكن لك يعني خسك تمشي مع مع الطالب هلو غسكي فيك اجيب الكثير في ديال التوب ديالات تقولك لا يخليك بغيت هادا هنصوبوه لها تصيبوه لها يعني هالطالب ديالها لان كل واحد والدوق دياله يخسك تمشي على حسب الدوق ديال كله سيدة ولازم تدير لهم الخطر ديالهم باش تتبقى من لازم تلك خص نمرة اللي تفهم يعني التفاصيل ديال البلغة وتعرفنا شنو باغين هذا وان كان يعني قنضن على انه حالة قليلة فين غات جي سيدة مثلا وحتى وانه مثلا تكون عندها واحد لبسة وبغات مثلا موديل وجيبة معها واحد قرزة اللي غادي تديرها لها مثلا في واحد البلغة فمليك تشوف هاد الموديلات يعني اني تبارك الله عليك رمخ اللي تحتشي يعني تفاصيل من سيتي هومش نهائيا علاش لانه تقدر مثلا تكون جاية وتقولك اه واحد اللون را ما غاديش تلقاءه لوحد الاكسسوار فتقدر هي تكون جاية على اساس انه غتصيبي له واحد البلغة وجيبه لك طرف ديالتوب فمليك تجي تشوف راك تلقى اللون موجود الاكسسوارات موجودين لانه هي تشوف افكار يعني جداد والافكار اللي هي ما كانش عندها نهائيا وتقدر انه تاخد يعني بلغة من عندك اللي هي واج دم صيبة لانه تبارك الله كنشوفوا مثلا الوينات نشوفوا الشوشات خدمتي بيهم لازاكسسوار بالطرز بسفيفة بالعقيدات شكل عصري شكل بلدي شنيع كل ما هو بلدي دخلناه اورومي اصلا كل شي لا بالعقيق ولا بالطرز ولا بهذا حال اللي قلتي كتجيب واحد الفكرة وكتبدل هالفكرة مني كتشوف تبارك الله الاشكال اللي كينين وهذا تتبدل رائدية تقولك لا وهدي بالصح هدي غادي تجيني وأصلا تنديروا كل ما هو غادي يمشي مع اي لبسة ومع اي موديل ديال الحويج لا رومي ولا بلدي لانه انت انت تشوف دفا تكرنا وحدين بلديين بخي سامبل مدخلنا فيهم اي شي حاجة درناهم سامبل كيمكن تلبسها مع سروال مع اكسوار مع اي ما بغيتي لانك اللي ما كيبغي لا ترز ولا عقيق ولا سفيفة ولا تشي حاجة تبغي بلها تكون الصبغ فهديك الصبغيتي تتعطيها عطاني واحد الجامل سامبل تو سامبل والسيدات تتعجبها وتتعجبها فهو كليكسون دايرا يدابا درنا لها الموسم الجديد ان شاء الله عاد هانت انتان داك نلنسي الكليكسون ديالك الجديدة لأسات ان تلبس على طول السنة تبغي بلا تجربة ولا لبسها شابة غدا الجامعة ولا غدا تقرأ ولا غدا تخدمي ولا مره مثلا غدا الخدمة ديالها ولا يعني شي مناسبة تلبسها وهي مرتاحة وفي نفس الوقت تلبس شي حاجة رقية انيقة واللي كتمشي مع البس جد مريحة للناس اللي توقفوا بزاف أسلا للخدمة ديالهم تمكن تكون طبيبة ولا تكون تطلب أن توقف بزاف ودير مجهود ولهذا تتلبسها تكون مريحة فيها ما تحش بها لبسها ومحضورها وما تتعدب ما تشي حاجة ويبيوني عليك الحمد لله وأهم حاجة وأنه تخدمي بجلد يعني الأصي يعني كان نحسو أنه ذيك البلغة ماشي غادي 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 ناخدوها ولبسوها مرة ولا جوج وغادي تحلينا ولا غادي نحسو أنها مثلا ماشي جلد مثلا فكتحرصي على هالتفاصيل لربما مثلا يعني في محلات اللي تبيعوا البلغي يعني كان عرفوا لأنه كان مشيوا مثلا المحلات كان عرفوا لأنهم عندهم البلغة اللي هي فاسية مثلا معروفة بجحر مثلا وكان مشيوا وكان لقاوش حويجات ليه مرخص في الثامن ولكن نقدر لبسوها غير مرة ونصيبوه جلابا على ذيك البلغة وفي الأخير يعني تتأديلينا مثلا غير اللبسة واللاجوش فالواحد يرد البال هادشي اللي واقع يستطمأن يعني في البلغة دياله لأنه إلا إخداها وبقعت عنده مثلا أرى غادي يلبسها بزاف دلمرة تبارك الله ويغير فيها كل مرة يلبسها مع حاجة هادشي اللي كاين هادشي عليش قلت لك التقليد هادشي اللي وقع ولكن رأى الناس يعرفوا بحقي يزدون الناس كبارك الله عليهم تيعرفوا مني كتجي عندي تتقولي البلغة ديالي كغزالة وأيصلا لكليانت ديالي كلهم اللي عندي الحمد لله كلهم اللي واخدين وتعود يرجعوا يجيبوا صحبتهم ويجيبوا الناس ديالهم هادش لأنه جربوها وعرفوها ولبسوها وارتحوا فيها إيسا لغيزان بور لكن ناس تتعود ترجع عندك لأنه عارف عندك مسائل اللي مخدومة بإتقان ومخدومة في واحد شكل بحال اللي كان نرجع ونقول اللي يعطيس حال لزغتزان اللي تيخدمو الصانع المغربي اللي كيخدم بإتقان وتيخدم الحاجة وتييخرجها فيها واحد لكاليتي وحتى الخدمة من اللي كتكون عن الصانع المغربي تبارك الله عليها معروفة يعني حتى أنهم يعني بغاو يقلدوا صناعة تقليد المغربية ديالنا وما قدروش عليها يعني هذه معروفة الصانع المغربي تبارك الله علي كيمتاز أنه يعني تبارك الله عليه كي تقول خدمة دياله البلغة كيديرها بحل يعني واحد يعني شيء بحل شيء لوحة فنية كي يرسم فيها تقعد فيها يعني ما ما تيبغيش يغلط فيها تيقعدها تيصيبها وكل بلغة كتحسيبي أنه تيبغيها يعني تيصيبها فحلا أول مرة يأخذ البلغة عدي يصيبها فحتى أنت مثلا كيصمي مدينة البلغة بشكل عصري كتكوني مرتاحة في الخدمة وكتكوني مرتاحة أنك كل مرة تطوري موديل لأنه عندك كيف قلتي لاباس عندك يعني الحمد لله موجودة والناس اللي تيخدموا معايا في واحد المستوى عالي فحنا كنخدموا جميع أنا كنعطي الموديل وهم تيها كنخدموا إحنا ويهم أنكون لابوراسيون ستدير تنبقى أنا ويهم هدي هدي جي هدي مجيش هم تيعطوا الأراء ديالهم وحنا ماشيين حتى كنخرجوا بواحد الموديل اللي تيعطي واحد مزيان جميل وهم حاجة أن المراء كتكون مفرحانة وكتكون مرتاحة كتلقى ذلك شي اللي بغت هذا هو الهدف فتشكيلة هدي اللي نقوله جديدة ما جديداش ولكن العسران اللي دخلنا عليها اللي جعلتها تكون فتشكيل بالمسمة اللي اللوينات ما كتلقيش فيهم نهائي المشكل بحكم أنه جلد تتسبغ بألوان وبأشكال كتير اللوينات أي لون المراء كتبغيها تلقاه في البلغاء لازم لأنه عند الحمد لله عندنا التوابات وعندنا الجلد والمغرب والمغرب والبلاست الجلد فالجميع تتبق لكي يسبغوا باللوينة لا تنشيريوهم صبغنادي نحن نشيريو الليبو نشيريو التوابات بحل دبها هدي مصوبة بالموقفر لا ما كعينش لا الحمد لله كل شي موجود كل شي الحمد لله موجود ما عندناش إشكال في التواب ولا في الجلد ولا هذا لأن الحمد لله كل شي موجود وفي السنوات الأخيرة يصبح الموضة والألوان اللي هما اللي بغينا نقولوا جريئة يعني الوينات هالفوشيا يعني هال الفرق يعني بزاف دي الوينات اللي تبروهم يعني السيدات واللي يعني حتى فجل تبارك الله متوفرين متوفرين ما كل شي أنا قلت لك الفوزي في الخدمة تخصك الفوزي يخصك تعرف كيفاش نسق كيفاش تخرج من هذه الغامة الغامة نسق لأن الموديلات لدينا الصيف اللي هما تكونوا فاتحين لدينا الموديلات اللي كيكونوا شوية غامقين ولكن كان بقا في كل ما هو هاد كارتي أرجنتي لنوار اللي كيكون نطلب بزاف هاد اللون هاد اللي هما هما اللي مشين أصلا يبقا فار إقزام العريسات هاد الكارتي والأرجنتي تكون لبسة مصوبة بصفيفة أرجنتي والبصفيفة كارتي تتجي تتسب هاد الموديل هاد يما كنديروه محلول وإما مشدود على حسب الطلب كل وشنو تتبري و أصلا العريسات كنديروه شوية 5 سنتيمتر لتجي اللبسة مزيان أنا عريسات اللبسون عندك وبلغات الليلة الحنة اللبسة الخضرة المعروفة والصراحة تكشت المبرى تفاصيل ديالها مع البلغة بالخضر صراحة ترزاجة وكيف قلت عالية شوية وعالية نشوف العروسة ومرتاحة وصراحة بقى هذا حتى البرزة العروسة في الحنة بنت بحل طابلو لأنه كل شي بلدي تقليدي تقليدي اه تعت انا قتلك كتجي الاصالة كتبقى الاصالة نرجع ونرجع كتبقى أن اللبسة المغربية لبسة أسيلة البلغة أسيلة بحل قتلك قطعت شي وقت الناس هربوا منها على ود لأنه محضورة بالسف وفي نفس الوقت تصاميم كانوا محضورين بالسف الحمد لله دعا يالو شوى والناس بدعات والناس زعمة الحمد لله شوف غير قرار اللي يدير شي حاجة ويديرها متقونة ومزيانة الشي مشكلة كل شي يخدم الحمد لله وكل شي كيبدع والمغربة عارفة تبارك الله عليهم ما تخافش عليهم في الإبداع وفي الشي دي ما تيبتكرو دي ما تيبتكرو وأكيد على أنه غادي نخلي إن شاء الله المستمعات غدا يشوفوا يعني هاتش كل اللي تكلمنا عليه يعني الصوت يعني من خلال راديو فغادي تشوفوا فيديو وتشوفوا التفاصيل تشوفوا الشكيلات هذه ممكن حتى أنتم أنكم جيكم أفكار من خلال يعني المشروع يعني المصميمات البلغة بشكل عصري السيدانة دي بالنيس ومن جي أخر أنكم تشوفوا لأنه أي يلبسة كيف مكنت عندكم عندها البلغة التي توتيها غادي نختم معاك لأسمحتي السيدانة دي وأنا عرفت أنك فكرتي حتى في البلغة الرجال يعني البلغة الرجال حتى يعني فكرت فيها درتها ولكن ما 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 مطورتها لأنك تبقى البلغة الرجال الرجال يلبس البلغة المحدورة العادية التي تتجي مع القندورة أو مع هذا خممت نديرها شوية عالية معي ربما يتقبلوها شرع رجال ممكن أنه في الوينات يتقبلوا الوينات لأنه يبسو للبات و يعني في الوينات ولكن بالنسبة لفا دك شع لش رجعت البلغة و أصلا باركة لأن كائنا الخدمة الحمد لله لم يحتاج لنزيد و يلبس البلغة العصرية و صراحة لدينا هذا الدوق لأننا كل مرة نبدلو نبدلو في كل عيد في كل مناسبة نبغي وأنه مثلا لدينا أنواع كثيرة البلغات اللي هما كيفما قلت بالدهبي بالفضي وحدة مثلا بنتة وحدة بالطرز وحدة عصرية وكل مرة نغيرو و نبدلو تبارك الله عليك سيدة نادية بن نيس مصميمة البلغة بشكل عصري كنشكراك بزاف على حضور ديالك على كل هذه المعلومات المهمة والتفاصيل اللي قدمت لنا اليوم واللي تبارك الله عليك فكرة داكية جدا على أنك من البلغة التقليدية المغربية الأصيلية اللي كان حبوها صراحة حولت أنا تطوري فيها وتبدعي في التصاميم باش المرأة المغربية تلقى رحتها وفي نفس الوقت تلقى ما يناسبها باش أنه تلبس ديك تكشيطة أو لأنه تلبس اللي بس سواء العصري أو المغربي فكنشكرك بزاف تفضلي لعندك كلمة تنشكركم تنشكر جميع السيدات اللي هما داروا فيه التقى وكان عرفهم أنهم خدوا من عندي وفرحانين بالبلغة ديالي تنشكرهم تنشكر إداعة ميد غاديو على هاد الاستثافة تشكر كل الله سنع مرحبا بك وإن شاء الله إلى لقاء جديد أكيد إن شاء الله في الكولكسون جديدة تكوني حاضرة معنا مرة أخرى ونصوروا معك فيديو باش المستمعات يعرفوا يعني شنو خارج يعني شنو دارش كنعرفون المرة مغربية كنعرف شنو دارش في جلالب يعني في تكاشات وشنو ملوينات اللي هدا فبنسبة لبلغة تبارك الله حتى هي راولة حاضرة بقوة ومهمة جدا في كل لبسة فعلاش لي ما نطوروش فيها وعلاش لي ما نكونوش يعني آنيقين من رأسنا ترجلينا الحمد لله الحمد لله فالمستمعات لالا مولاتي فنبغي نقول لكم على أنكم يمكن لكم أنكم دخلوا الموقع للا بلوس بوان ام ا ودخلوا الفيسبوك اللي توركوا عليه را غادي تلقاوا مباشرة غاتمشوا الفيسبوك دي لالا مولاتي وغادي تلقاوا لا فيش اللي فيها مصميمة يعني البلغة بشكل عصري السيدانات دي بالنيس وفي النوص الوقت هتلقاوا بعض الصور اللي احنا حطيناهم اللي هما منوعين ما بين بلغات يعني بالسكان دي لهم بلغات بالعقيق بلغات بالطرس غايت بشتعرفوا عليش كانت تكلموا وغدا بإذن الله مني يعني غنصوروا معها فيديو بانو تبارك الله عليها جابت لكولكسيون جديدة وفي نفس الوقت جابت موديلات يعني ما بين العصري وما بين التقليدي باش نصوروا معها ان شاء الله وتشوفوا هات الشكيلات وهاد الوينات وهاد الموديلات ويعني تفرحوا بالغادي لكم وتلبسوها على طول السنة فتحيتنا الصانع المغربي بمرة اخرى على المجهودات اللي كيقوم بها ونتمنى على انو بحل هاد الافكار ديال السيدة نادية بن نيس يعني اللي هي طورت في البلغة نتمنى انكم نطوروا في حويجات اللي هما تقليدين يعني اللي معروفين من زمان لانو تبارك الله راح طالما يدير خاص غير يعني تكون المرة اكتر دكاء يعني وتتآمن بديك الفكرة اللي هي عندها كيف ما قالت السيدة نادية بن نيس هو انو غيف مناسبة كانت غلسة في عرص وشافت على انو العيالات تكونو فرحانين بالطالون في اللوال تكونو تشتحو بي تتمشو بي اهل العروسة او له العريس تبقى وقفين يعني وقت طويل حتى انو واحد الوقتها وفعلا كتوقع دائما كنجيبوا معنا بلغة وكان لبسوها لانو كان عيال وبطالون على طون النهار او لكانقى وغيح فيانين مثلا يعني في العرص واحد الوقتها بيبقى انو يعني جليل دي تكشيتها ما تيبانش ولكن الى لبسنا واحد البلغة اللي بسو ميلة اللي هي عالية وفي نفس الوقت بشكيلات والوينات وموضيلات اللي غادين مع اللبسة دينا فقدينكونو مرتاحين وما يحتاج اننا ندخلو صبابة اللي هو عصري على اللبسة اللي هي تقليدية واللي هي مخضومة بتفاصيل ديالها على اساس انو تقليدي فيما كين محسن لما اننا نكونو في واحد المناسبة وانحنا مرتاحين وانحنا يعني محافظين على الاصالة ديالنوم تشبتين بها فأتنا شكرك بزاف السيدة نادية بن نيس لتشبتك بالاصالة المغربية من خلال هاد البلغة كيفاش طورتي فيها ولكن اهم حاجة هو انك حافتي على الشكل ديال البلغة المغربية شكرا لكم مستمعين على المتابعة ديالكم والاستماع للبرنامج لكم تحية وفأ فائز رفقتنا في الاخراج سابير فوند ولمياء البكري في البرمجة الموسيقية وسميح حاشوبي في استقبل مكالمتكم الهاتفية ما تنسوش تشاركوا دائما في المسابقة باش تربحهم ضمات ديالدهب وما تنسوش على انكم تبعتون لنا يعني بالأغلفة اللي ذكرنا ربعة ديالأغلفة يكونوا منوعين بالمنتوجات اللي استعملتوا اللي كانتكلموا عليهم خلال يعني الحلقة من برنامجة المولاتي هاتش كله غادي تبعتون لنا بعدية الأغلفة على العنوان يعني ديروهم في برافج واصدوا عليهم وصفتهم لنا على صندوق البريد يعني في العنوان ديالإداعة ما تغادوا فاداء الزرقتوني خمسة وخمسين طابق الخامس دار بيدا ما تنسوش على انه مضماء ديالدهب كل شهر في انتدار الحادقات المغربية وأكيد على انه بتكشيطة ومع البليغة بشكل عصري ومضماء ديالدهب تكونوا يعني محزمين بها فتبارك الله غادي تكونوا آنقات وجميلات وفرحانات فانتمنى ان شاء الله تكون منصبكم هاد المضماء ديالدهب فكن شكركم بزيف وشكرا لسماعي الروحي يعني في تصوير هاد الحلقة اللي غادي نزلوها على موقع للا بلوس بوين اما غدا ان شاء الله يعني فقرات جديدة غادي تلقاوها من خلال برنامج اللامولاتي واكيد تواصل مباشر مع كل مستمعات المغربيات من داخل وخارج المغرب وكنشكرو بزيف لكل مستمعات اللي كيتواصلوا معنا واللي كيسمعوا البرنامج اللامولاتي والميد راديو عبر الانترنت على www.medradio.ma صباحكم مبروك دائما على ميد راديو الاداعة القريبة منكم